شون تأثيرها على مستقبل العراق دعنا نقول يعني مستقبل والشباب هم مستقبل العراق مثل ما أفهم نسبة الشباب عندنا أكثر نسبة 65 مليون تأثير خطر في حال إذا بقيت الحال على ما هي عليه سينذر العراق بازدياد المتسولين والمشفدين وهي تفتح أبواب لأفق وجراء مستقبلية منها اللواط التعاطي المخدرات الجارب المخدرات الجارب البشر وغيرها والجريمة والإرهاب أيضا التجارب البشر هم أكثر يعني متسوين أكثر شيء أكثر عرضه ضحية هم ضحية أيضا على المستوى بعض البلاك ليستات العراق المصنف عليها مثلا السياحة إخراج العراق إضافة البند السابع غيرها تأخذ في نظر الحسبان أنه مستوى التسولين أو العراق فيه مشاهد غير حضارية هكذا يصطلح عليها في أدبيات الممتحدة وهناك مضايقة للسائح لذلك تشوف الأماكن السياحية في مصر عندما تذهب شرطة الآداب تُعنى كثيرا بأمور معالجة التسول لأنه يقول لك هذا يضرب بسياحة البلد لا يبلغ سن الرشد لما يبلغ سن الرشد هو لازم ينتقل لغير مكان الأخطر من ذلك أستاذ رعاد أستاذ رعاد أستاذ رعاد لازم أين يروح لابد أن نحيط المشاهدة عزيز وجنابكم بيها كون يكون فتحتمها البلد أيضا يعلم سيادة العميد أن الحدث الذي يودع في مراكز شرطة هناك مادة تقضي قانونيا لا يفتح له أضبارا لا تأخذ مستمسكاته لا تأخذ بصماته دخل الحدث الحكام سبع سنين يطلع راشد هذا عندك إرهابي ما عندك قعدة بيانات مادة تارستين واضحة جدا والحل شنو؟ بصفة عين المادة تارستين واضحة يعاقب الحبس من دلازتين عن سنة كل من أعلن عن اسم الحدث دعنا نحن أنهم أولاد مهما يكونهم عراقيين دعنا نحن أنهم الظروف التي مرت بهم أو مرت بعوائلهم لكن اضطروا لهذه الأمور البعض منهم دعنا نقول بي نسبة سيئة أو البعض منهم احتاجة لا أريد أن أشمل بالكامل حسابنا سجين سبع سنين أخذ بصماتها أطلاق صراح بمعنى القصد اللي أرده واضحة الجنابكم الكريم ومشاهدنا الكريم بأنه الآن ضغط 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 علي هذا حتى حالة النفسية انتهت ولذلك دعا أقول لك موحل نحتاج باختصال نحنطي مجال الآن نحتاج لقرار سيادي قرار سيادي كل وزارة الدولة تشترك به الوقف السني الوقف الشيء وزارة التربية وزارة الصناعة كل هذه هذه العمالة لدينا دعنا نطيعهم فرصة دعوة يشتغلون نفتحهم المصانع اشتغلوا 80% سيادة العميد سيادة العميد نحن حتى نطلع بنتيجة من هذه الحلقة وكونا أنت معني بهذا الشأن وانت احتكاك مع التفاصيل نوجه دعوة إلا سيد رئيس الجمهورية إلا سيد رئيس مجلس النواب المحترم إلا سيد رئيس الوزراء المحترم يعني يحتاج تكاتف لأبنائنا مثل ما نحن مقبلين على مستقبل يعني يهدد وضع العراق نطلع هاشتاك انقذوا القاعدة الأساسية لبناء المجتمع العراق خلص